بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين في المرة السابقة توقفنا عند بمعنى أن تتذكروا حكينا عن قضية إفراز الهرمونات الدرقية وهذه الرسمة كانت توضحنا آلية انتقال الهرمون وآلية تصنيعه من البلد فيزيز باتجاه اللي هي الكولويد الفوليكال والكولويد قلنا هم عبارة عن إيش عبارة عن اللي هي ما تسمى بالفانكشنال يونيت يعني الوحدة الوظيفية للغد الدرقية نسميها الكولويد والفوليكالز اللي هي إذا بتلاحظوا هاي المكان صناعة هاي الهرمونات وبدنا نركز على شغلي كمان مهمة هون إنه نعرف ما هي البوابات أو الڭيتس اللي دخل منها اليود بتعرفوا هذا اليود هو المكون الرئيسي للغد الدرقية لذلك تناول الأسماك وتناول المواد البحرية بكثرة بحافظ على سلامة الغد الدرقية ليش؟ لأنه بيحتوي على هذا اليود اللي بدخل عن طريق اللي هي الـ NIS Symporter بتدخله داخل اللي هي الفوليكالز وبتم صناعة الثيروغلوبيلين واليود بردسير إلو اكسيديشن وبتحول وبرتبط مع الثيريسين اللي هو الأمانوأسد الرئيسي في صناعة اللي هو الثيرويد هرمون إذن هاي العملية حتى المرة الماضية بتذكر وضعنا فيديو خاص بيوضح آلية صناعة الثيرويد هرمون بطريقة مبسطة طيب لو انتقلنا لكيفية تنقل هاي الثيرويد هرمون في الدم كيف تمشي هاي الثيرويد هرمونات الدرقية كيف تمشي في الدم وجدوا أنه بعض أنواع من هاي الهرمونات بتكون محمولة على البروتين وإحنا الآن نتذكر لما شرحنا ما هي فائدة الهرمونات المحمولة على البروتين وهها فائدة الهرمونات الفري اللي بتمشي بالبلازمة بدون ما تكون مرتبطة بأي نوع من أنواع البروتينات طيب صار في عندنا إشي اسمه الثيروكسين باينتين غلوبيلين وجدوا أنه نسبة ثمانين بالمية من هذا الهرمون أو من هرمونات الغد الدرقية بتكون مرتبطة بالغلوبيلين وهذا غلوبيلين هو عبارة عن المركب اللي بتمشي عليه هاي الهرمونات حتى تصل للتاركت تيشو الثيروكسين باينتينج ممكن يرتبط كمان بإشي اسمه بري ألبيومين بس لكن نسبته قلب كثير اللي هي عشرة بالمية البلازمة ألبيومين كمان ممكن يكون بنسبة عشرة بالمية إذن الثيروكسين بفضل لغلوبيلين attachment of globulin to transfer of these hormones لأنه معظم الثيرويد هرمون تحمل بالدم بتكون inactive form inactive form لأنها محمولة على البروتينات حتى تصل للتاركت تيشو هناك عند التاركت تيشو بتم تحويلها إلى active وبتأثر على الخلية الآن نرجع للهرمونات الخاصة بالثيرويد هرمون وجدنا أنه في نوعين من هذون الهرمونات الغد الدرقية اللي حكينا عنهم T4 T3 شو الفرق بين T3 و T4 من خلال الـ structure اللي شفناه المرة الماضية منقول أنه T4 ارتباط أربع درات يود بتعريسين بينما T3 ارتباط ثلاث درات يود طيب من ناحية الـ structure ها من ناحية الـ affinity T4 has greater affinity to bind plasma protein بمعنى أنه T4 إلى القدرة على الارتباط بالبروتينات أكبر بكثير من قدرة ارتباط T3 بالبروتينات طيب الآن الهرمون اللي برتبط بالبروتينات إذا كانت فترة الارتباط أو إذا كانت قوة الارتباط عالية it's mean that there is a long half life شو معنى هذا الكلام؟ إنه إذا كانت هذا الهرمون إلها القدرة على الارتباط بالبروتينات معناته بتظلها فترة طويلة بدا بمعنى أنه الـ half life للـ T4 رح يكون أكبر من الـ half life للـ T3 ليش؟ لأنه T4 محمول على البروتينات بقوة أكبر من T3 لذلك وجدوا 6 إلى 7 أيام بيكون بيظلوا بالدم بينما T3 رح يكون من يوم إلى يومين فقط إذن الـ half life بيعتمد على أنه الهرمون بيكون مرتبط بالبروتين أو غير مرتبط بالبروتين وهذا الأشي بنطبق على اللي مرة حكيناهم قلنا أنه في بعض هرمونات النمو هرمونات النمو بتكون بحاجة إلى amplification مشان هيك بترجع على السماتوميدنز ترتبط فيها أو تتحول للسماتوميدنز مشان تعطينا اللي هي الوضع الكامل أو الـ amplification للـ effect طيب إذا قلنا هذول أنواع من هاي البروتينات ترتبط بهاي الطريقة وجدوا أنه في عندنا بعض هاي الهرمونات مثل اللي هي كمية قليلة من T3 وكمية قليلة من T4 بتكون ذائبة أو بتبشي إلى واحدها free active form إحنا بنقدر نفرق الآن بين الهرمون الفري والهرمون الباوند بروتين يعني بنقدر نفرق بين الهرمون اللي بكون لوحده بالدم والهرمون اللي بكون مرتبط بالبروتينات من أهم للجسم أو من هلو دي قيمة أعلى الـ most physiological active بتكون للـ free الهرمون الفري بالدم بكون أكثر قوة من الهرمون الباوند بروتين ليش؟ لأن الهرمون اللي بكون مرتبط بالبروتينات بده فترة مشان يعمل attachment وفترة مشان يعمل لما يصل الـ target يعمل T-attachment بينما تأثير الفري هرمون الفري active بكون مباشرة مجرد ما وصل الخلية بأثر عليها بسرعة أكبر إذا لاحظوا الفرق بين الهرمون الفري والهرمون الباوند لأنه release to the tissue cells slowly due to great affinity to plasma protein بمعنى أنه faster release of T3 إنه بيصير عملية إفرازه بصورة أسرع الفري وإنتاج اللي بتكون مرتبطة بالبروتينات بيصير تعمل إفرازها slowly إذن مجرد ما دخل البروتينات إلى الخلايا رح يرتبط بـ intracellular protein الهرمون مجرد ما دخل رازم يرتبط بهاي البروتينات لذلك ارتباطه بالبروتينات تذب بيصير فئله used slowly بيصير إيش يتم إفرازه بصورة بطيعة جدا وبالعادة حتى معظم الهرمونات الآن اللي أنتجوها حتى الأنسولين الآن اللي بيعرجوا فيه السكري صار يعطوه بجرعات بحيث أنه يصير فيه إيلو فقد بطيء فقد بطيء يعني ما يصير مثلاً للمصابين بالسكري أو مرضى السكري إذا أخذ أنسولين هذا الأنسولين بيكون عبارة عن slow release يعني فترة الغداء بيفرز الجزء بسيط فترة العشاء بيفرز الجزء بسيط يسموه slow release لأنه إذا بدي يفرز فجأة واحدة مرة واحدة ممكن يصير في إيلو زيادة في هالأنسولين اللي بيؤدي إلى نقص السكر والتاني ممكن يصيب الشخص عيبوبة السكري إذن slow release للهرمون هذا باعتمد على كيف الهرمون إما binding with protein أو free active form إذن عملية نقل الثارويد هرمون باعتمد على اللي هو إما بنتقل بالدم free لوحده أو بكون inactive form محمول على البروتينات وفي عندنا ثلاث أنواع من هالبروتينات هاي اللي بتعمل هرمونات الغد الدرقية اللي بتمشي فيها وذكرنا إنه T4 والT3 هم الهرمونين الوحيدين أو الرئيسيين اللي بتمنقلهم داخل اللي هو الأوعية الدموية طيب الآن mechanism of action of thyroid hormone action of thyroid hormone إما بكون genomic genomic أو non-genomic بمعنى إنه تأثير الثيرويد هرمون هاد إما بكون على المستوى الوراثي أو المستوى اللي هو الهرموني يعني بمعنى آخر genomic اللي بيأثر على ال-DNA مباشرة أو site of action لذلك نجد إنه rapid effect not affected by inhibitor of transcription and translation إننا نجي نموك ما بتأثر ب-transcription أو ال-inhibitors المطبطات وال-rapid effect بيكون تأثيره سريع مباشرة site of action طبعا إحنا بنعرف إنه الهرمونات الذائبة في الدهون الذائبة في الدهون بتكون تأثيرها مباشرة على اللي هو ال-DNA أو ال-receptors بيلاقيها بنوكليس هذا site of action بيأثر على بلازمة ممبرين على site of plasm وبعض بيرهب بعض cells organelles such as mitochondria ال-action تابع الثيرويد هرمون بعمل regulation of ion channels أو oxidative phosphorylation وبستخدم إشي اسمه cyclic AMP as a second messenger ال-action بعمل regulation of ion channels ال-ion channels هذول تحت تأثير الهرمونات لذلك نجد إنه ال-action of thyroid hormone بعمل تقريبا oxidative phosphorylation وبتحكم أيضا بال-ion channels الموجودين عن طريق زيادة اللي هي cyclic AMP وتحفيز ال-PK A أو ال-protein kinase A مشان يكون second messenger إذن لو أجينا شفنا به الرسم هون لاحظ عندنا هاي خلية تعتبر target cell هذا الهرمون إذا أجد تي 3 أو تي 4 لننكبره شوي لاحظ عندنا هذا تي 4 هذا تي 3 في عندنا ال-active وجدوا إنه receptors موجود inside of the cells هاي شغلة مهمة بال-thyroid hormone إنه ال-receptors تبعينه ومستقبلات هاي الهرمونات موجودة داخل النواة مجرد ما دخلت هاي داخل النواة بكون تأثيرها مباشرة على ال-DNA لذلك ال-thyroid hormone receptors اللي موجودين هون هذا اللي باللون الأقدر هذا هو ال-receptors بيأثر على genes اللي هو ال-DNA وبعمل thyroid response element طبعا هذا بروح بيعمل transcription translation وبطلع messenger RNA وبخرجه ده خارج النواة هاي النواة شايفين هاي النواة بيطلع خارج النواة شو هاد المسنجر RNA بيحمل معاه بيحمل معاه معلومات مشان صناعة البروتين اللي هو الاستجابة لهذا الهرمون شو بتساوي هاي طبعا بيعمل synthesis of new protein messenger RNA بيكون معه amino acid وبيجي بيعمل synthesis of new protein حالسنتج of new protein هاد شو بيساوي هاي النواة شو بتساوي إما بيأثر على other system او بيعمل نمو او بيعمل اللي بيسموها CNS development central nervous system يعني تطور الجهاز العصبي او بيأثر على cardiovascular cardiac output بيزيد من إنتاج القلب بيزيد من التشو Blood now بيصير كمان بيزيد من heart rate بيزيد من كده بعدين بأثر على الميتابوليزم بروها على الميتوكندرية بزيد على مضغط الصودينبوتاسم شايفين هذا كله تأثير البروتين الناتج عن دخول هذا الهرمون سواء T3 أو T4 لأنه T4 بالأخير بد يتحول إلى T3 لاحظ هاي T4 تحول إلى T3 T3 بد يدخل على الريسيبتورز ويدخل على الDNA والDNA يصنع بروتين جديد هاي البروتين جديد يروحي يعمل إنا كل الفانكشنز الموجودين بهالصورة هاي الميكانيزم اكشن للثيرويد هرمون الآن بدنا نشوف شو تأثير هذا الثيرويد هرمون نفس الرسم اللي كانت موجودة بس بدنا نشوفها بالتفصيل كيف بيأثر هذا الثيرويد هرمون على السليلر متابوليك اكتيفتي كيف انه بزيد من اللي هي انتاج الخلايا او اكسد الخلايا او عمليات الايض الموجودة بالجسم منلاحظ انه بزيد من الميتابوليك اكتيفتي بمعنى انه هذا الهرمون يلو القدرة على صناعة اكتيفتي او او زيادة نشاط الايض بكل الخلايا لاحظوا الثيرويد هرمون هرمونات الغد الدرقية مهمة جدا لكل الجسم بمعنى انه وجدوا انه both of the rate of protein synthesis and rate of protein catabolism are increased بمعنى انه مجرد وجود الثيرويد هرمون بالجسم هذا رح يزيد من تحطم البروتين ومن صناعة البروتين بنفس الوقت من تحطم البروتين وصناعة البروتين اذا تحطم البروتين صار اله كتابوليزم كثير رح ينتج عنه مواد ناتروجينية طب الناتروجين من وين بنتج من البروتين ليش بنتج الناتروجين من البروتين كذا تحطم اذا صار اله عمليات هدف كتابوليزم البروتين رح يزيد عملية الناتروجين لانه اصلا البروتين مكون من ايش مكون من احماض امينية وكل حامض اميني لو اجينا شوفنا التركيب تبعه رح نلاقيه في مجموعة الامين اللي هي الان اجتو امونيا الان هاي هي عبارة عن مادة نادروجينية فاذا بتحطم البروتين بكثرة رح تنتج هاي المادة بزيد بالجسم لاحظوا عندنا هون كل ما زاد البازل متابوليك ريت كل ما زاد الثيرويد هرمون بالمليجرام برتي زيادة هذا الهرمون بيؤدي الى زيادة الميتابوليك ريت لذلك الثيرويد هرمون بيعمل عملية نمو سريع وخاصة عند الاطفال او الينج بيبل لانه بيصير بيعمل كمان بيعمل بيعمل منتل بروسيس ار اكسايتد بيخلي العمليات العقلية تكون متحمسة ايضا او يستثير العمليات العقلية لذلك بتعرفوا الاطفال عند الولادة اول فحص بيعملو لهم اياه بيعملو لهم فحص الغد الدرقية اطفال نيوبورن لانهم بديم يتأكدوا انه فعلا افراز هذا الهرمون بصورة طبيعية او لا نتيجة زيادة اللي هي هذا الافراز اللي بيأدي الى معدل النمو اذا كانت كمية الهرمون هاي قليلة بها الهرمون بها الاطفال راح تكون عمليات النمو عندهم بطيئة ويمكن ان يقود الى التخلف العقلي احيانا عند الطفل مثل ما راح نشوف بعد شوي طيب نرجع الى السلاد بس نلخصه اذا شو تأثير السللة او تأثير الثيرويد هرمون على سللة الميتابلوك اكتيبيتي انه بيزيد من عملية صناعة البروتينات وبنفس الوقت بيزيد من صناعة الكاتابوليزم وبنتج كمية من الناتروجين والاخير بيزيد من الاكروتريت طيب شو تأثير الثيرويد هرمون على الميتوكندوريا الميتوكندوريا هي اوضي موجودة بالجسم هاي ترفع من اللي هي الاكسجين كونسابشن زيادة الاكسجين كونسابشن هاي مهمة كثير استهلاك الاكسجين هذا معناته انه العضو فعال وبالتالي بنتج حرارة الاكسجين كونسابشن هاي موجودة في الميتابوليك اكتيبيتي ستريس تيشو وبالتالي اذا انوجد الاكسجين انوجدت الحرارة الهيت بروتكشن الهيت بروتكشن انتاج الحرارة مهم كثير لانه مشان تحافظ لك على اعضاء الموجودة في جسمك اذا الثيرويد هرمون بزيد من البروعة الميتوكندوريا شو علي اخذ الميتوكندوريا بالاكسجين لانها الميتوكندوريا هي الpowerhouse of cells هي الخلية او هي اللي بتنتج الطاقة في الخلية والطاقة هي الطاقة الحرارية بس ارتفاع الحرارة في هالاعضاء هاي راح يصير في عندنا exception مش كل الاعضاء بتم استهلاك الاكسجين مشان يعطينا كمية كبيرة من الحرارة لذلك مثلا في عندنا اعضاء ما بصير فيها هذا الاشي مثل الادلتبرين مش معقول ترتفع حرارة الدماغ مثل التستس الخصيتين عند الميل ما بصير يرتفعوا درجة حرارة الدم لذلك هم بكونوا خارج الجسم مشان ما تكون درجة حرارة الدم زي درجة حرارة الجسم مشان عملية نضوج spams مهمة كثير درجة الحرارة تكون قليلة لانه اذا كانوا داخل الجسم ممكن ما تتمش عملية نضوج spams اليوترس مش لازم ترتفع درجة حرارته ايضا لانه موجود في البيبي left node, spleen, anterior pituitary هذول الاداء كلياتهم بعتبروهم استثناء عن الهيت production نتيجة زيادة الوكسجن consumption بتأثير thyroid hormone لذلك اذا زاد هذا الهرمون بعمل زيادة بالانcrease in size بالميتوكنديري البروتين synthesis and number of mitochondriogenesis اذا زيادة هذا الهرمون بعمل زيادة في حجم الميتوكنديريا الميتوكنديريا وين اللي هي بالاخشية تبعتها total membrane surface لانه منعرف ان الميتوكنديريا فيها غشائين غشاء كبير او غشاء اللي هي الخارجي والغشاء الداخل الميتوكنديريا بزيد activity والتالي بصير ATP formation لاحظوا عندنا هون كل ما زادت دوز كل ما زادت اللي هي الهرمون لاحظ increase metabolism شوفوا T3 و T4 اذا هذا تأثير الهرمون على الثيرود او تأثير الثيرود هرمون على ما يسمى بالميتوكنديريا طب هل هناك تأثير على الثيرود سأل الهرمون تأثيره على ما تسمى بي اللي هي cell membrane او الion transport وجدوا انه في عندنا مضخة موجودة في بلاسما مضخة موجودة في بلاسما مضخة اللي هم الأخشي هاي المضخة بالعادة بتنفيها زيادة acceleration of transport صوديوم and بوتاسيوم فهاي بصير لكي تو صوديوم ايون بمعنى انه الثيرود هرمون بيسبب أو بي cause the cell membrane of the muscles to become لكي تو صوديوم ايون الصوديوم ايون هذول هم اللي بيعملوا اشي اسمه depolarization وانتاج السيارات عصبية الصوديوم لازم يضل برة out of cells والبوتاسيوم لازم يضل جوه الاتباس بالعادي هو اللي بيعمل زي صمام الامان بحيث يضل برة موجب جوه سالب اذا دخل الصوديوم لجوه اذا دخل الصوديوم لجوه رح يصير ازالة الاستقطاب ويتحفز عندنا action potential جديد او ما يسمى بي اللي هو function او الخلية رح تشتغل كثير او سير نيرفيوس او سير في عندنا ازالة الاستقطاب وبالتالي انتاج action potential وستميروس الثيرويد هرمون بزيد من الليكي of صوديوم ايون اذا زادت من الليكي of صوديوم ايون it's mean that they are excited وهذا هو دور الثيرويد هرمون انه بيعمل الجسم excited يعني متحفز فمن هون بيأثر الثيرويد هرمون على اشي اسمه صوديوم بوتاسيوم ATPase pump هذا اللي باللون الاخطر هل تأثير الغد الدرقية على القروث نعم بتأثر على skeletal growth بالgrowing children وبزيد من promote growth and development of brain during fetal life هاي مثل ما حكيت لكم انهائلها تأثير كبير جدا على المراحل الاولى من حياة الجنين وخاصة اللي هو البرين اللي هو الدماغ فلذلك بيأثر على الثيرويد هرمون بيأثر على اللي هي ما تسمى العظام نمو العظام بيأثر على الدماغ او على الخلايا فلذلك تبدأ الخلايا بالنمو نتيجة اللي هو الثيرويد هرمون تأثيره بصورة مباشرة شو تأثير الثيرويد او الفيزيولوجيك الافكت للثيرويد هرمون هل بيأثر على الكبد نعم وجد انه الو القدرة على تأثير تحويل الكاروتين تو فيتامين اي بمعنى انه في بعض الاطفال بصيبهم اشي اسمه اليلرش الاسفرار المراحل الاولى من حياتهم الثيرويد هرمون الو القدرة على تحويل المادة الكاروتينيميا او اذا كان الطفل عنده الهرمون غليل رح يصاب باشي اسمه الصفار كما نسمي عندنا الكاروتينيميا لانه هذا الثيرويد هرمون القدرة على تحويل الكاروتين الى فيتامين اي وبالتالي جسم الطفل بتحول بصورة طبيعية الى حالة الاحمرار الخاصة بالاطفال اذا الثيرويد هرمون كمان دائما الاطفال بفحصوا بالمراحل الاولى من حياتهم لالثيرويد هرمون لانه مهم جدا في استطالة العظام مهم جدا كمان في تحويل المادة اللي هي و بالتالي بيعمل لنا هالوريك أسد وهي مشكلة اذا بتظل الصفار عند الولاد عند الاطفال لدرجات معينة ليش لانه هون بيقول لنا اللوثيرويد هرمون لما يكون ملخفض بسبب من الكاروتينيميا الكاروتينيميا اللي هي اليلش بينما هو وجوده راح حول اللي هي الكاروتين لفايتامين اي أحد هم يكفي شاء الله المرة القادمة راح نشوف شو تأثيرات الثيرويد هرمون على الأجهزة أو الأعضاء المختلفة ونشوف الأبنور ماليتز أو الدس أوردر في هذا الهرمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا